مهم جدا ان انت لما يكون عندك عزة خليك ايجابي احللكم مشكلة احللكم مشكلة المراس طب اليتامة محتاجين ايه طب اليتامة محتاجة دروس خصية ده العزة مش العزة تقولي شد حيلة مش عايزة شد حيلة ودي سنة السنة العزة ايجابي انت تقدر تقدم ايه طبعا مهم جدا انه فيه ناس بتيأس الناس من رحمة الله وبعدين تقوله يعني هتدعي هتدعي ربنا هتقول ايه ماشي هيستجيب لا يا حبيب هيستجيب ربما يؤخر الدعاء ليس من الدعاء ما يعني ما يهضر ولكن الاجابة قد تتأخر واضح زي الرؤى انا شفت الرؤية في المنام ممكن تتأخر الرؤية دي سنة النبي محمد شاف ان هم داخلين مكة في يوم الحديبية ورأى قال للصحابة احنا داخلين مكة وبعدين ما دخلوش وعمل رسول الحديبية رجعوا فكلهم استغربوا قلم يرى الرؤية ده قال لنا انا رأيت رؤية فقال وما جعلنا الرؤية التي اريناك الا فتنة للناس وسهلة المعارضة بالكوران ونخوفهم وبعدها بسنة بعدها نزل سلوة الفات لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلون المسجد الحرامة ان شاء الله امنين محلقين ارساكم المقصرين اتحققت بس بعدها بسنة ممكن اشوف رؤية او تتحقق بعدين مش تتحقق النهاردة طيب عندنا بقى ايه الناس اللي بقولك ما تدعيش لا ادعي وما تخافش وان تأخرت دعاة طيب انا بدع كتير وما خدش من الدعاء حاجة لا هتابة اما ان يستجاب لك ان كان فيه خير واما ان يرد الله عنك قضاء وبلاء بقدر دعاء واما ان يؤجل الى يوم القيامة فيصبح من افضل اعمال طيب احنا مش هنيئ اسم الرب طيب فيه فضل يقول مسلا انا انا دعيت وروحت مسلا عمالت عمرة رجعت لقيت الدنيا كلها اتربائت وكلها ماده لحد الاقيه بهد الغاز فاول استخفى عزيمة شائم من الدعاء ده ان نقول له ايه صلى على النبي فيه واحد بيتشائم من الحج وفيه واحد بيتشائم من الصلاة بس ده شغل شاطيب ليه هو راح الحج رجع لقى الدنيا خربان طيب ما دايب ربنا بيختبر ايمانك انت صادق ولا انت كنت عايز ترجع من العمرة تلاقي كل حاجة تمام كان بيرتبلك زي ما احنا كنا في السنوية العامة كنا بنقزن في الجامع ونقيم الليل ونمسح الجامع وفاكر بقى ان ليه عند ربنا عشرة في المئة زيادة حق الخدمة فطبعا المجموع كان واقع طيب انت مالكش عند ربنا حاجة ما تشتردش عليه فنفس الكلام بالنسبة ايه? بالنسبة للحاجة. في واحد بيشترد بصلاته ان ربنا اكرمه. حل? فاحنا عندنا يعني انا شفتها بعناية كان لنا جار كان كل ما يصلي تحصل حاجة وامرته وتصوت خلقه مع بعض. فتقول له كل ما تروح الجامع بتحصل لنا مصيبة. فقل ما يبطل ايه صلاة? خلي بالك. اول ما يبطل صلاة هي ما بصليش مفرحاني مع بعض وسامنا على عسل. يروح الجامع بتعمل معا مية مشكلة. فيقول لك انا هعمل ايه بقى بالصلاة? انا بكل بصلي تحصل ل مشكلة مش هصلي. في ناس تانية واحد بنقعد اتحايل عليه ده الصلاة الجامع ده ربنا بيحبك ده كزا كزا. خش الجامع يحط الساعة عشان يتوضى وينساه ويمشي الساعة ايه? اتسرق مش هخش الجامع تاني. وغيره بقى ياخد الجزمة. لسه شاري الجزمة. يحطها ييجي الحرام مشكلة. من اول يوم مش هخش الجامع تاني. اذا انت من اول من اول الم نخيت. زي واحد كده كان عنده مش عارف حمارة ومعزة ومش عارفوا ايه وجاموسة وكزا وكزا. صلاة يعني زبوعين الجاموسة ماتت. وبعدين صلاة تاني فالحمارة ماتت. حلو. فبطل صلاة. فعنده معزة. فعمالة اتنطت. قالها اه اه ايه رأيك? هتسكوتي ولا هو ما صلي ركعتين? فهو عارفه لو ما بيصلي بتحصل كارسة. لكن ما تبردش ده ابدأ. انت هتبتلى هتبتلى. سواء صليت? هدى اختبار. صليت ولا ما صليتش? مش كده ولا ايه? يعني صليت ما صليتش هتختبر? طيب. يبقى مهم جدا فيه عندنا بقى من التربية الشيطانية كراهية العلم. فيه عندنا الناس اللي همين دول? بيقولوا لعيالهم ايه? العلم ده مش جايب همه. ودروس عالفاضي. والاخر هتاخد شهادة وتقعد في البيت. ما له لازم الكلام ده. ما تجي نعمل اي حاجة. طبعا اللي بيكره العلم ويحضوا على ترك العلم وترك الدراسة ده فاسد. العلم ده شغل امبياء. افرض ان الناس كلها خدت شهادات وقعدت في البيت وعندها بطالة. ملكش دعم? كلها عدو التجربة. لكن احنا نترك العلم روح النار. ربنا اقسم في اول ايه نزله على محمد. قال له ايه? اقرأ. اقرأ. ومن لا يقرأ يغضب الله عليه. عندنا امة لا تقرأ. امة اقرأ لا تقرأ. طب انت ما تقراش ليه? انا عندي مصحف في البيت ولا اقرأ فيه. ده ربنا يوديك النار. ده من كان عنده مصحف في بيتي لا يقرأ فيه. غير المصحف بتاعه. ها? سيسأله الله يوم القيامة. وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن ايه? مهجورة. انت هجرته ليه? انا شفت واحد كان عنده خمستاشر سنة ختم القرآن. حفظ. وبعدين جي بقى ساب القرية وساب الحكم ده وقعد يلعب بقى وفرحان بقى في المدينة وبتاعه. بعد خمس ست سنين بقى عنده خمسة وعشرين سنة. بنقول له اقرأ القرآن مش نافع. مش عارف. ادينا له المصحف مش عارف يا. والله العظيم ما عارف يقرأ في المصحف. وكان حتم القرآن كله. عشان كده ربنا قال له سنو يقرأ يكفى لا. تنس. ايه يعني القرآن هيضيع. مش هتعرف تقرأ بعد كده. نعم. في الجيش يعني وقت الخدمة بيبقى تطبق مع السباكين مع النجري كله بيبقى مع بعضه نفس اليونيفورم بيعمل نفس الكام وكزا. فكان الناس اللي هي العادة بتتري على الدكتور تقول له انت بتعمل كام يعني. انا انا يومي اغلى من يومها. فقال العلم هنا مطلوب منه ان هو يجيب فلوس. فلو ما جابش شوف بالعلم ده ماروش لازم. بصلى عنك. هو ازا انت قدرت العلم بالفلوس وان فيه غير العلم هتجيب اكتر. يبقى فيه ناس هتاخدك. التجار هم الفجار الا من بره وصدق اللي بيبيعوا اشتري مليونير. انا شفت تاجر بصل. تاجر بصل. عنده ظلة وعربيات هو بيبيع بصل مش متعلم. فهل معنى كده انه تاجر البصل احسن متعلم? طب هقولك على حاجة تانية. عندنا فيه الرأس والغنى مسلا. لو انا بنت اتخرجت من كل الطب. وقعدت تزاكر ودروس اعدادي ودروس سنوي ودروس جامعة وموتت نفسها وطلعت اتخرجت. بتاخد لها خمس تلاف عشر تلاف في الشهر. طب الرأسة? هتاخد الخمس تلاف عشر تلاف الليلة. بدرة الرأسة خمس شهر الف. حل? طيب هل يطل الرأسة اعلى قدرا من الدكتورة? متهالي مش مش معقول. ليه? لان الدكتورة لو تعبت مش هتروح للرأسة. بس الرأسة لو تعبت هتروح للدكتورة. والله اعلم. انما انا اعز اقولك. اللعيد مسلا. جاب جون ميت الف. ابو نص مليون. طيب. لو انت حسبت له الدكتورة اللي بياخد عشر تلاف في الشهر. هتحسب له لغاية اخر السنة بيجيب ميت الف. هي هو ياخد الميت الف في شوطة. شوطة. جوه جون. ميت الف. مش كده ولا ايه? هل يطر الراجل ده? بس هو ده يعني رزق محدد لوقتي محدد وخلاص. هو يلعب بيت عمره. ده هم عشر عشرين سنة ماكسيمة مواكدة يقعد في بيته. يشتغل مدرب. يشتغل معلق. يا اما يتعلق. فاللي انا عايز اقول لك عليه ان هي ارزاق محددة لأوقات محددة. فمتقولش بقى ان لعيب الكرة احسن من العلم. والرقاصة احسن من العلم. والسباكة اللي بياخد الف جنيه في احسن من العلم. كلام ده ميرديش ربنا. ميرديش ربنا. انت بتتعلم عشان ايه? عشان تبقى في صحبة الانبياء? ولا بتتعلم عشان خدتش هذا? انا كنت بدي اه بعد ما خدت الدكتوراه سنة ستة وتسعين. كنت بدي محاضرات في في المحافظات يعني في طنطة كان في الشيخ وبانها كزا. فكان الاولاد بيطلعوا من الامتحانات يرموا المذكرات في النيل. والله العظيم. تلاقي النيل كده مليان ايه مذكرات? هؤلاء الطلبة ما كانوش بتوع علم ولا بيحبوا العلم. ولا لهم في العلم خاطر. لكن فرد عليهم العلم. فهم كرهينه. انما بيروحوا العلم بقى ارضاء لأهليهم. عشان نخرج نتفسح نتمشى ناخد مصروف. كلام ده كله. انما علم. ولذلك احنا عندنا لا تعلموا اولاد السفلة. اولاد السفلة دول اللي بيكرار العلم تعلمون. احلى من كده. الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر وقال لا يعلموا ده ما انزل العرسول. انا لقيت عي الكاري للعلم وسابب للدين واحيب السرعة. اشغال بقى في وظيفة. لكن اعمال اضيع معا وقته. عمره لازم تعلمه لازم. مش هيو سأل حاجة. مرافع. لاشوف هو ميوله ايه? ميوله الرياضة خليبة الرياضي. ميوله صنعة. اوه في معالجة ميبقى صنعية. ميوله ايه? لكن اكراه اكراه اكراه. حتى يعني شبت طلبة داخلين كلية الطب ما بيحبوش طب. والله العظيم والله العظيم كان معانا طلبة في كلية الطب ما بيحبوش الطب. بس يدخلين ارضاء لهليف. اه هو اللي بتحب الرسم هو اللي بيحب الغنى واللي بيمثل له عايز التجارة. يعني كل واحد كان له امنية. بس المجموع عالي. هنودي المجموع فيه? خسارة. لكن هو في الطب. دخلوا طب ليه? بس اللي كان متعلم بيفرق بكتير اوه لما يجي تستضيفه عن اللي مش متعلم. واللعيب اللي متعلم بيفرق. شوف قولك على حاجة. اه. ده انا نقول ان العلم فريضة. طلب العلم فريضة.